أقد اليوم رئيس غرفة التجارة والصناعة أمير الدودو أرتين اجتماعا ضم رجال الأعمال الشديدة للتشاور والتفاكر حول وضع خطط وبرامج استقبال وفد رجال الأعمال الأتراك الذي سيرافق الرئيس التركي رجب طيب أردقان في زيارته المرتقبة للبلاد في 26 من شهر ديسمبر الحالي محمد عثمان بشير إن هذا الاتماع التحضيري الذي جمع بين رجال الأعمال والمستثمرين الشديين مع كل من غرفة التجارة الصناعة الزراعة الحرف اليدوية والتعدين وسفير التركي لدى البلاد إردان صبري إرغان هو اتماع تفاكري يأتي قبيل ملتقى الاستثمار والأعمال الشدي التركي الذي سيعقد على حامشي الزيارة المرتقبة لرئيس التركي رجب طيب أردقان إلى البلاد مع أكثر من 95 رجل أعمال ومستثمر تركي بتاريخي 26 من ديسمبر الجاري نخط النظام ونشوف كيف نخنق ناس البجو وكيف أننا نمرق منا فايدتنا والفواوط لشركات تشهدية وبهذا الخصوص فقد أكد السفير التركي لدى البلاد بأن ذلك الملتقى يأتي نتيجة لنداء قادة الدولتين من أجل تعزيز التعاون الاقتصادي بين الشات وتركيا هذا ويعتبر زيارة الرئيس التركي إلى البلاد أول زيارة رسمية لرئيس تركي نظمت كل من منظمة أصدقاء الفكر والسلام ومؤسسة وقف المعارف نظمتها دور ندوى علمية بعنوان على علاقات الشادية التركية جذور تاريخية وأفاق مستقبلية كان ذلك بحضور السفير التركي لدى البلاد سعادة صبر أركان بجانب الإدارين ورؤساء وعمداء الجامعات المناسبة جرت بدار المرأة الجدي أحمد خميس جمع تجيء هذه الندوة العلمية لأجل تعريف الرأي العام المحلي والدولي بالعلاقات التاريخية القديمة القائمة بين شات ودولة تركيا سبقت الندوة عدة مداخلات ولاها كلمة سفير تركيا لدى البلاد سعادة صبر أركان الذي أشاد بالعلاقات الثنائية التي استمرت العديد من القرون في مختلف المجالات مؤكدا أن دولته ستتعاون معشات في المجال التكنولوجي بالإضافة للزراعة والثروة الحيوانية من ثم قدم مدير مؤسسة وقف المعارف كلمة عرف خلالها المعارف وأكد أن مؤسسته لها باء واسع في مجال التعاون على مستوى العديد من دول العالم عقب ذلك قدم المحاضرون الندوة العلمية التي بدأت بمداخلة الدكتور محمد صالي أيوب نائب رئيس جامعة الملك فيسل الذي تناول الجذور التاريخية للعلاقات التركية الشادية وصفها بالقديمة المتداخل الثاني الدكتور أحمد بين آدم حيث تناول عوامل تعزيز العلاقات الشادية التركية التي في تطور مستمر سيما منذ 2005 حيث اعتمد الاتحاد الإفريقي تركيا كشريك أساسي لإفريقيا كان المتداخل الآخر في الندوة الدكتور العابد مصطفى البشير من جانبه تناول التوجه التركي نحو إفريقيا ودوافع التوجه والمزايا التفضيلية للتركيا لإفريقيا وكذا العوائق ختمت الندوة باستفسارات ومداخلات من قبل الحضور حيث قام المحاضرون بالرد على تلك التساؤلات يجدر بالإشارة سيزور الرئيس التركي رجب طيب أردغان البلادة في السادس والعشرين من الشهر الجاري وبذلك يكون أول رئيس تركي يزور شات بعد مضي مئة عام